بدعوة من رئيس الحكومة ليس الفخفاخ انطلقت أشغال الندوة الدولية للولات وقد تصدر الوضع الصحي في تونس في علاقة بفيروس كورونا المستجد ودور السلطات الجهوية في نشر التوعية بأهمية احترام إجراءات التوقي من خطر العدوى تصدرت جدول الأعمال تحدي كبير ما كنش نستنعو فيه واللي هو فرض علينا وفرض على العالم الكل ووضع استثنائي من كل عالم ما عاشوش منذ أكثر من قرر والولات هما اللي بش يكونوا بالصفوف الأمامية في الجهات خاصة أسعار هداية بشي مثلنا في هالشهر هذا والشهرين هدوما تحدي كبير لأن بصير الاحتكار بصير حالة من الخوف والهلاء رغم اللي نحاولوا نقص منها ونطلب منكم بايش انتوما زادة بدوركم على الصعيد الجهوي تمشيوا في هذا وهو احنا في الوضعية اللي ما هي السهلة وهذا بش يزيدنا صعب على صعب لأنه رمضان بطبيعته اللي هو على البويب اللي احنا توقع دين نستعد وهو زادة فترة متاع احتكار وتترق رئيس الحكومة ليس الفخفاخ في كلمته للانعكاسات السلبية الحالية والمنتظرة على الاقتصاد الوطني الذي قال انه ليس بمعزل عن تأثيرات هذا الوباء الواضحة على الاقتصاد العالمية الصورة هذية زادت الضربة في الجمعتين هذة مجراء الوباء الكورونا ونعني كاس متاعه على الاقتصاد العالمي ونسبة النمو العالمية واحنا مناش في معزل زادة هي بيدة باش تزيد اللي زيب وتاز اللي عملناها ما احنا دوما جينا جينا نهارة اثني دخلنا في نقاش مع صندوق النقد الدولي على القسط السادس اللي هو متبلوكي من ماي اللي فات في جمعة الحوار كان ماشي ايجابي وفي جمعة بريس قالونا تولي نحكيه فيه الكل ما عادش عنده علاقة بالواقع الجديد وبالتوازي مع الى الوضع الصحي الاولوية القصوى في العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة اكد الفخفاخ ان الحرب على الارهاب ومكفحة الفساد من الملفات التي ستبقى مفتوحة وتتطلب معالجة متواصلة عن تحدي الارهاب اللي مازال قايم الذات ولعل العملية من تاع الاسبوع الفارط هو بعنوان انه راهوا مازال الوضع ما نرتحوش يزمنا ديما تقعد اليقظة ديما خطر الارهاب قايم الذات ويمكن فيه خطر اقوى من اللي نتصوروه لانه فم العائدين من البؤر التوتر اللي كانوا في سوريا وفي داعش وما زالت ليبيا غير مستقرة فما تطبيق القانون في كل شيء وفما زاد الفساد اللي انخر البلاد الفساد الصغير والفساد الكبير واللينا بريس قابلينو وتتواصل اشغال الندوة الدورية للولاد في جلسة مسائية ستبحث الاستعدادات لشهر رمضان والوضع التنموي على المستوى الجهوي والمحلي قلاوة